يا صباح الورد على كل حبيبي صباحكم زي الفل معاكم النهاردة فاطمة بو علي والنهاردة هقدم لكم وصفة سهلة وبسيطة جدا وصفة بنحب ناكلها في القفيهات بس غالية جدا النهاردة بقى هاخدكم ونعملها في البيت بمكونات بسيطة وموجودة في البيت وبطريقة سهلة وبسيطة هي المولتين كيك اللي الكل بيعشاقها الصغير والكبير ممكن ناكلها مع بولة ايس كريم او مع اي فكهة او مع كرامل بقى للتكاليف هنعملها وهنعملها هنسمي الله ونشوف المقدير بتاعة المولتين كيك معنا اول حاجة كوباية شوكلت اي نوع تحبيه بس لو كاكاو فيه اعلى يبقى حالة كوباية الا ربع زبدة بدرجة حرارة المطبخ كوباية الا ربع دقيق ممكن نخليها كوباية ونشيل معلقتين الكاكاو يعني الكاكاو والدقيق كوباية لو عايزة بلاش كاكاو هتخليها كوباية دقيق كاملة نص كوباية سكر ربع معلقة فانيليا واربع بضغط دي كل المقادير بتاعة المولتين كيك ما فيهاش اي بكينبودر جميلة جدا وسهلة واللي يحب يخلي نص الكمية يعني نص كوباية دقيق نص كوباية شوكلتة ربع كوباية سكر بالطين والزبدة كي كوباية الا ربع هيخليها يعني ايه تلت الكوباية مع رشة الفانيليا والكاكاو ده اختياري والكاكاو ده انا ضيف عليه قهوة سريعة الزوبان اللي الناس كافيه اختياري برضو يلا دي كل المقادير بتاعتنا ندخل على الطريقة بسرعة جميلة اللي الشوكلتة بتسيح وبتبقى تحفة اول حاجة هنضيف البيض وعليه رشة الفانيليا وكمية السكر وهنضربهم كويس جدا جدا فيه ناس بتحط الحاجات دي مباشرة من غير ضرب بس احنا مش حاطين بيكينبودر فانعايزة اخلي فيها فوليوم علشان ترتفع معايا وما تبقاش طعمها وحش في الفرد خطوة ضرورية انك تعمليه بالطريقة دي ان البيض مع السكر يدخل لهوا فيخلي المولتين كيك بتاعنا خفيف وهش من جوه اضرابي فيه كده لحد ملون ويوصل للون الابيض احنا اضربنا البيض والسكر والفانيليا ودول بقى هنخليهم على جنب عشان نبتدي نعمل مرحلة الشوكولاتة اول حاجة بحط تحل على النار فيها مية مغلية على نار هادية جدا وبحط الشوكولاتة في بولة ناشفة جدا والبولة ما توصلش للمية علشان الشوكولاتة بتاعتي ما تتحرقش انا عايزة اسياحها الاول على نار هادية بعد كده هضيف كمية الزبدة بتاعتي اهم حاجة كمان المعلاقة تبقى ناشفة والمية ما توصلش لاي شوكولاتة علشان ما ترجحش تتكتل ومش عارفة فكها تاني شايفين على نار هادية جدا اي معلاقة انا بستعملها لازم تكون ناشفة كده خلاص الشوكولاتة بتاعتي ساحت بس لسه الحرارة بتاعتها مش عالية هبتدي بقى احط كمية الزبدة بتاعتي وهقلب بهدوء من غير برضوك اي نقطة مية تدخل للشوكولاتة بصوا بقى اتلمع ازاي الليبي كده بقى خلاص انا شلتها من على النار مش عايز الشوكولاتة تاخد درجة حرارة عالية عشان لما حطت عليها البيض ما يستويش لازم تكون بردت شايفين بتلمع شايفين اللمع اللي فيها رخامي وجميلة جدا ده بقى الخليط بتاعي هبتدي ادله تقليبتين كمان علشان ادخل فيه الهواء تاني وهنا هدف كمية ادي بتاعتي مع رشة ملح بسيطة خالص وفي المرحلة دي انا هقلب بدون عجل هشق بس الخليط بتاعي ودي كمية الكاكاو بتاعتي مع رشة القهوة سرعة الزبان اللي هي اختياري لازم الكاكاو نعمله بالمصفة عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات ودخلي الخليط بشويش خالص انا هنا طبعا سايبة الشوكولاتة تبرد خالص شايفين كده بردت هبتدي اضيف جزء واقلب هدخل كل المكونات بشويش علشان احافظ على الهواء اللي انا دخلته في الكيكا بتاعتي بشويش خالص هبتدي اقلب كده بشويش لحد ما خلي الخليط كله يتجانس زي ما انتو شايفين كده الشوكولاتة دخلت مع دي مع الكاكاو المكوات بتاعتي اللي هعمل فيها اعمل في قلب كبير حسب ما انا احب انا بحب بكده كل فرد ياخد المكوات بتاعه الكمية دي بتبقى حلوة قوي للفرد واللي يعوز تاني ياخد طبعا انا دهنتها بزبدة ويرشطها بكاكاو عشان اغلفها كويس علشان المولتين كيك بتاعي لما اجي اقلبه يتقلب معايا بسهولة زي ما انتو شايفين كده الكاكاو بيغلف لي الزبدة اللي انا دهنت بها دي خطوة مهمة جدا خلصت طبعا كل الكمية بتاعتي هنا عملولي حوالي سبع مكوات طبعا الخليط لما قعد شوية تماسك علشان الشوكولاتة دي خطوة مهمة جدا في نجاح المولتين كيك انا بحب ان انا اقول لكم التفاصيل الصغيرة عشان لما تمشو عليها الحاجة بتاعيكو تنجح ان شاء الله شايفين انا بعمل في المج يعني اعتبر المج الا ربا بسيب كمية بسيطة عشان هو هيرتفع رغم ان انا مش حطة في بيكين بودر بس ضربت البيت كويس جدا فاداني هوا في الخليط في ناس بتحط البيت مباشرة بعد ما الشوكولاتة تبرد الخطوة دي بحسها مش حلوة ما بقاش في هوا في البيت طبعا هكون مولى على الفرن على 180 قبليها بربا ساعة هتقعد في الفرن حوالي من تمل لعشر دقيق هخرجها تهدى بس حوالي خمس دقيق او دقيقتين وابتدي اقلبها مش هقلبها مباشرة وهي سخنة علشان ما تفكش مني لازم الجوانب تكون مستوية وفي النص تكون طرية جدا بشويش كده طلحها وبصوة طلعت بسهولة ازاي علشان انا دهنا المجوات بتاعتي كويس زي ما انتم شايفين كده شكلها روعة وراحتها تحفة القهوة سرات الزوبان مديها ريحة حلوة قوي مع الشوكولاتة اللي ما يحبش مش مشكلة ورشة سكر بقى جميلك تكسر لون الشوكولاتة عندك فراولة زيني عندك ورق نعناع عندك سوس كرامل المتاح عندك زيني بيه يا سلام بقى لو في بقى شوية ايس كريم نحط بولت ايس كريم عليها دي ساعة ودي سخنة اللي اتنين يسيحوا مع بعض بس انا بصراحة ما كانش عندي ايس كريم ايه رأيكو في الجمال ده وكمان لو انت عاملة كمية وخلاص محدش هيكل في الوقت ده ممكن تسخنيها بقى قبل الاكل مباشرة في الماكرويف او في الفرن حوالي بس ديئتين تلاتة هترجع سخنة تاني والشوكولاتة تسيح وتطلع روعة هنا انا زينتهى بس بشوية شوكولاتة بسيط عندك كرامل زيني بولت ايس كريم حطي اللي متاح عندك اعملي اهم حاجة ان احنا ناكل حاجة جميلة وعملنا في البيت وولدنا هيعشقوها وموفرة ايه رأيكو بقى بصوا بقى شايفين بقى بركان الشوكولاتة روعة كلي بقى واستمتعي بقى احلى مولتن كيك وموفر وما خدش عشر دقايق في ادينا رشة سكر بقى كده تكسر اللون مع الفراولة الحمرة مع ورق النعناع روعة وصفة سهلة وبسيطة ويا رب تعجبكم واتمنى تجربوها الشوكولاتة كده بتسيح روعة جميلة جدا جدا يا رب الوصفة تكون عجبتكم وقدرت اوصل لكم كل معلومة صغيرة فيها يا رب واللي تعجبو الوصفة ما ينساش يعمل ايه اللايك والشير والاشتراك بقناتي على اليوتيوب مطبخ فاطمة ابو علي والبيتجي بتاعتي حبهان ومستيكا ضروري تعملوا لايك علشان المنشور يوصل للجميع اتمنى تكون الوصفة عجبتكم وانا بتبسط لما بكون معاكم يا رب انتو كمان تكونوا مبسوطين يلا بقى اروح انا اكل المولتين كيك واسبكم في رعاية الله ويلا قوموا ونفذوا الوصفة هتعجبكم جدا واسبكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته